نساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم وحلق جديدنا من برنامجكم حقا حلمت معنا النهاردة حلمنا مختلف عن الحلقات التانية حلمنا مش حلم شخصي حلمنا حلم الوطن العربي بأكمله والأمة العربية كلها النهاردة بنتكلم عن حلم الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا والوطن العربي بأكمله النهاردة كلنا بنحلم بالاستقرار كلنا بنحلم بالأمان في ظهر الظروف اللي احنا طبعا مرنا بها واللي كلنا بيشغلنا الموضوع سواء على السوشيال ميديا أو على التلفزيون أو كل قناوات تقريب النهاردة طبعا بنشوف أحداث جديدة في التطورات الجديدة اللي بتحصل بنشوف الأحداث الجارية اللي كلنا بنتابعها دلوقتي وكلنا شغلنا بس الحمد لله الأمن ده اتحقق على إيد قائدنا ورئيسنا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان الحمد لله قدر يحمينا ويحمي حدودنا ومش يحمي مصرنا بس لا يحمي الوطن العربي بأكمله الأحداث دي هنتناقش فيها مع ضفنا وضفكم النهاردة اللي كاتب والروائي والمحالد السياسي الأستاذ صلاح أبو الصود أهلا وصحنا بحضرتك كيف حالك؟ على هذه الدعوة أهلا بحضرتك كيف أنت ننورتنا؟ نوردك شكرا طيب إحنا في معينا فاصل قصير بنعرض فيه مؤلفات وكتب الأستاذ صلاح الروائي الكبير هنشوفه ونرجع لكم نتكلم في الأحداث هذا البرنامج برعاية مجلة المجتمع الطبي رئيس مجلس الإدارة شريف شعبان صلاح أبو الصعود المحامي بالنقد والدستورية العليا والكاتب والباحث السياسي والتاريخي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ماجستير في القانون له الكثير والكثير من المؤلفات الروائية والسياسية والتاريخية نلتقي به الآن مع الإعلامية حنان حجاج في برنامج حق أحلمك معنا على قناة الصحة والجمال هذا البرنامج برعاية مجلة المجتمع الطبي رئيس مجلس الإدارة شريف شعبان أهلا بكم بعد الفاصل مرة تانية وضفنا للأستاذة صلاح أكيد إحنا طبعا كلنا شايفين الأحداث والحصلة والتطورات والتصرحات الأخيرة أكيد حضرتك ليك منظور تاني غيرنا وده اللي حابين نعرفه من حضرتك حضرتك هنتدي يعني عوام بالنسبة للموقف تركيا من الأحداث الجارية إن هي الفعل الأساسي في هذه الأحساسي نحن أفضل طبعا دلوقت الحكمة في تركيا في يد أردوغان اللي بتشدك بالشارع الإسلامية وأنه بحام حمال الإسلام والدور الإسلامية ما للأسف هو أخذ فعلا يعني سطرة الدين والقضايا الفلسطينية سطر لي فعلا أكيد يعني أهدف شخصية أهدف شخصية فهنبتدي من هنعرض كده عرض السريع للعلاقات التركية الإسرائيلية هنرجع اللي وراء شوية هنلاقي أن العلاقات دي بدأت سنة 1949 في شهر ميس 1949 في التريخ دوت اعترف كده تركيا أول دولة زادة أغلبية إسلامية تعترف بكان الإسرائيلي آه بعد كده هنلاقي أن في فلسطين 120 ألف تركي إسرائيلي بيحمل مسلحة تركية وبيعملوا كالوبي تركي بيأثر على إسرائيل لإبرام التفاكات الاقتصادية مع تركيا العلاقات زادت أوي حداتها في التسعينات وطم تسريب النفاية علاقاتها عسكرية وأن إسرائيل بتقوم بتطوير طائرات الفنتوم الأمريكية لسرح تركيا ثم تطورت العلاقات الاقتصادية في آخر التسعينات قد يقول البعض أن هذه العلاقات كانت في زل حكم علماني أما مع وصول أردوغان للحكم هو يتشدك بالإسلام من الطبيعي أو المنطقي أن العلاقات تتوطر أو تتأثر أكي طب لكن لا أن في عصر أردوغان أو في حكم أردوغان ما توطرتش بالأكس ما توطرتش التبادل التجاري ارتفع نسبة الصادرات التركية لإسرائيل ارتفعت بنسبة 20% نسبة الصادرات الإسرائيلية لتركيا ارتفعت بنسبة 40% وأن في حدثة في 2010 في 2010 كان في حدثة السفينة مرمرة تركيا اللي ضربها الجيش الإسرائيلي طبعا أردوغان ملت دنيا بالصراح والعويل وقطعت العلاقات مع إسرائيل طبعا ده ما تمش كل ما تم أنه تم خفض التمسيل الدبلوماسي لتركيا في إسرائيل وفي الفترة فتت قطع العلاقات الظاهرية أو السورية إلى السامنة من 2010 إلى 2016 كان سوريا كان ابن أردوغان اسمه أحمد أردوغان في هذه الفترة أبرم الكثير من السفاقات التجارية مع الكلان الإسرائيل ده بالنسبة للإسرائيل نجي لحماسه للقضايا الفلسطينية قضايا الفلسطينية اللي وقدها اصطر ليها تقريبا وبتنادي بيها بتشدع بكل مكان وبيع أنه هو الدعم للقضايا الفلسطينية هنلاقي أنه يعني الحامي حما العرب والقضايا الفلسطينية والقدس العربية في سنة 2005 أردوغان زار إسرائيل وزار مدارة القدس وكان في حول ابن وابن شارون شارون قال له باللفز الواحد أهلا بك في القدس مدينة المقدسة عاصمة إسرائيل اكتفى أردوغان تماما بالابتسامة وعندما عادت العلاقات ما أخذش فرد ابتسامة وعندما عادت العلاقات مع إسرائيل في 2016 طبعا علاقات كانت مقطع صوريا بس على المال يعني عادت العلاقات الاتفاق كان مكتوب فيه تم إبرام هذا الاتفاق بين أنقرة وبين القدس وطبعا أردوغان وقع وفي هذا اعتراف ضمني من أردوغان بأن القدس عاصمة إسرائيل كنت ليست هؤلاء حضرتك ده الملخص نجي بقى للقضايا في السنة والدعمين أردوغان لا يدعم إلا حركة حماس الإخوانية وبهذا الدعم وبيوسع الشقة والخلاف ما بين الفصيل الفلسطيني ما بين حركة حماس وما بين الفصيل الفلسطيني الحاكم متمثل في السلطة الفلسطينية هذا من نحية ومن نحية الدعم كان فيه تقريب صدر عن منظمة الغوص مقالة الغوص والعمل للاجئين تبعي الأمم المتحدة أول عشرين دولة بتقدم مساعدة لإسرائيل لاسا فيهم لا تركيا ولا إيران ولا قطر ده الطبيعي فكده إحنا ده طبيعي عرفنا المسلس مسلس الإرهاب بالضبط كده طب تمام طبعا إحنا عارفين إن دخول تركيا ليبيا فيه مغزم أكيد بس إيه اللي وراء الدنيا وإيه اللي خلاها تدخل ليبيا تحديدا وإزاي حصل إن هي تقدر تدخل ليبيا أو فيه مطامع بعد كده إحنا عرفين إنه فيه مطامع أكيد بس إيه بالضبط طبعا لحد دلوقتي مفيش تصريحات عينية أو فيه يعني كده تسائل بعض يعني إيه اللي علاقة بين تركيا وليبيا وإزاي تركيا دخلت ليبيا على بعدها زي المسافة إيه اللي معرفوش الكتير إنه فيه أكتر بتعريبا 250 ألف تركي 250 ألف ليبيا من أصل تركي في ليبيا وتركز معظمهم في مدينة مصرطة للأسف هؤلاء الليبيين زي الأصل التركي ولقهم لتركيا أقصى من وراءهم لليبيا معظمهم هنقول معظمهم والكزافي كان فاطن جدا لازل نقطة لذلك لم يكن يقوم بتعينهم في الوزاقف الكبرى فوزاقف محددة لذلك من ناحية بالنسبة لأهداف فدول سهلوا دخول تركيا أكيد سهلوا دخول تركيا لليبيا بالضبط وبرضو قبل من نخلص النقطة دي تعالي أن فائز الصراج رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي الليبي أو أصلا أصول تركيا لذلك أبرم الاتفاق مع أردوغان كي يدخل للبحر المتوسط وينقب على البتون والصراط الليبيا فسريعا هنلاقي أن الأهداف الهدف التركي ويندخل لليبيا هنلاقي أن فيه هدف قريب وهدف بعيدة الهدف القريب طبعا أن أردوغان طامع في الصورات الليبيا الصورات النفطية لأنه بعد في الفترة الأخيرة تدور الإكساطير التركي بدرجة كبيرة ويسعر الصرف الليلة التركية اللي كانت موجودة أو الصورات الدخلية اللي كانت موجودة في تركيا هي دي اللي اللي نسميه احتجاجات احتجاجات بالضبط والمسرحي اللي تعملت مسرحية الإنقلاب العسكري المسرحي اللي رسمها أردوغان مسرحية هزلية طبعا يكون بالقبض على الضباط الأشرف ومعارضيه ويزجبون في السجون فطبعا كانت بينا جدا اللي هي مسرحية مسرحية هزلية كمان لا توقع أكيد فطبعا الاكتسادة التركي تعرض لهزة عنيفة سعر الصرف الليلة التركية يعني تدنى لأدنى مستوياته فعايز عوضات بإيه أنه ياخد النفط الليبي والغاز الليبي ويدخلها تركيا ده الهدف القريب الهدف البعيد البعيد هو دخل طبعا لما مصر نقبت عن البترول واكتشفنا حكر الظهر ولسه في صراوات تانية هو طبعا في المنطقة دي لأنه لما نقب في المنطقة عنده حاولين تركيا في المياه الإقليمات التركية لم يحصر على شيء فطبعا يطمح أنه يحصر على بترول وغسل في الأراضي الليبية هذا من ناحية ده خطوة مبدئية الخطوة التانية هيبقى لي مصالح اقتصادية في ليبيا الخطوة التالتة عايز أحمي مصالحي في ليبيا تيجي بعد كده أنه ينشق قعدة عسكرية في ليبيا وتمثل تهديد طبعا للأمن المصري من الناحية الغربية ده اللي احنا عايزين نوصل وطبعا ده لو حصل يعني مصر حد دلوقتي من 2011 من كامل الصورة ما يصم بالصورة الليبية آلاف السيارات المدارعة تم ضربها بصوتة التاريخ المصري حاولت اختراق مصر عن تاريخ الحدود الغربية مع ليبيا فلو لا يقزت الجيش المصري يعني لو دخل نصف هذه السيارات بالكائنات الإرابية اللي موجودة عليها لتحولة مصر إلى فوضى عارمة لكن لقزة الجيش المصري الحمد لله يعني الجيش المصري أكيد أكيد لكن المشكلة تتبثل في إيه إن هذه الطلعات والطيران ده بيكلف مصر كتير جدا طبعا بيتمعنا لحسب المشاريع والبنية التحتية وحب ليب لدولة ونوضح حاجة بقى من الكلام ده عرفنا ليه بنصلح الجيش المصري عرفنا ليه بنزود الجيش المصري بكل الأسلاحة دي وبنصرف المطاريز دي ليه علشان وقت زي كده نبقى عاملين حسابنا فيه نيجي بعد كده هل الناس بتقول هل ممكن يبقى فيه مواجهة عسكرية ما بين تركيا ومصر بيته تسأل برضه بيشغل إيه الكثير هو بيشغلنا كلنا أو مبدئيا يعني صعب جدا أو مستحيل إنه تركيا أو أردوغان يفكر إنه يدخل في المهل الإكليمية المصرية مستحيل لأنه يعرف مدى قوة الأسل المصري أو مدى قوة الجيش المصري طبعا وللجعنا بالتاريخ في تاريخ الحروب المصرية التركية أيام الدولة العثمانية نرجع 22 سنة الورى 3831 كان مع الجيش المصري على أحتاب الأستانة عظيمة تركيا أو أسابة الدولة العثمانية وفي عام 1838 الأسل التركي أو العثماني يسلم لمصر يسلم لمصر بكل مؤدية ما حلو رجعنا التاريخ بأكمله هتلاقي مصر فيه مصر جالها كاما أدوان طبعا وفي هذه الفترة كانت الدولة العثمانية أقوة من تركيا مما عليها الآن وكانت مصر أضعف مما هي عليها الآن فما بالك الآن تركيا أضعف منذ قبل ومصر أقوى منذ قبل فأي مواجهة طبعا فأي مواجهة محسومة لصالح مصر بزبط فهو لن يفكر في دخول المهل الإكليمية المصرية ومصر لن تحتك بالقوات التركية لما لن تدخل المال الإكليمية المصرية ولكن أي تسلل من ناحية الحدود الغربية مع ليبيا يعني حدود الغربية مع ليبيا كبيرة جدا متسعة 1200 كم مربع ده حدود برية طبعا دغير الحدود البحرية فأي تسلل هيتم من ناحية الحدود البحرية أو الحدود البرية طبعا سيلقى حطفه حطفه فبنتمي الناس أن مصر لا مصر في أمان ما فيش خوف على مصر وكل شيء ماشي تمام وكمان لو لو اكتبعا لو قرينا قراءة كده سريعة في مؤتمر برلين وما حدث في مؤتمر برلين كل القرارات اللي صددت في المؤتمر يعني يعني كده بتقول ببلدي إيه بتلاقى حالة تركيا الكلام لك يا جارة تركيا الكلام كله تركيا لا يوجد دعم لأي كينات إرهابية حظر توريد السلاح لأي كينات عسكرية أو ميليشيات عسكرية بالضبط ده كان ملاقل أخص ده يعني ده أهم النقاط إيه اللي في مؤتمر برلين أي طبعا التوصيات بتاعت المؤتمر ده تتروح مجلس الأمن ويطلع بها قرار وأي اختراق ليه ما ورده بهذه التوصيات أو بما سوزير يبقى فيها عقوبات 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 اكتصادية وعسكرية فواحنا هنا بندعوين يعني هزيمة أردوغان احنا مش عايزين نخلش في الضامة عسكرية بس كده تركيا أثبتت إنها دورة رعية لإرهاب مثلها مثل إيران مثلها مثل قطر فلازم يعني لكن دي كمان أخطر إنها تاخد خطوة خطوة زي كده بدخول دولة أو بالاتفاق طبعا الداخلي إنها تدخل دولة زي كده ده أخطر أخطر بثير كمان وكمان الفيديوهات صريحة واضحة وصريحة في نقل ألاف الإرهابيين كانت إرهابية 2000 عونس الإرهابي تنقلوا من سوريا لليبيا فانتعزين أكثر من كده عشان تأكدوا أنه دعمي الإرهاب فلازم هنا نقض قرارب المقاطعة لازم مقاطعة اقتصادية لتركيا فحب ندعو برضو للمرة التانية أنا قلت مع حضرتين برضو في حلقة سابقة بنأكد برضو حب ندعو مصر السعودية الإمارات البحرين وكافة الدول التي قمت بتعطي قطر لأنها تدعم الإرهاب تركيا تدعم الإرهاب لازم يقف في مقاطعة اقتصادية وساعتها سنهور الاقتصاد التركي وساعتها لم يسمع الشعب التركي ونرجع نقول برضو المرة اللي فاتت إحنا كنا بقول مع حضرتك أن أي دولة عايزينها تنهور أي دولة عايزينها تستلم اقتصاد ادخلوا من ناحية الاقتصادية لو الاقتصاد فعلا اتضرب أي دولة أي دولة هتستسلم في وقتها دلوقتي إحنا عندنا صدرات تركيا كتير جدا لازم تتحد لازم ويبقى الحظر الشامي المقاطعة مش تبقى في مجلد الاستراد والتصدير يبقى في حظر على الجو حظر في مهات يبقى في حظر في كل حاجة لأن لازم يعني لازم يعني احنا مش عايزين يبقى في حربية في المنطقة مصر مش دولة الجيش المصر أصلا لما تبنى من زمان لم يكن لأ أو أي أطماع تواسعية عرغم من قوة الجيش المصري وأقوى جيش المنطقة وفي شكل أوسط لكن احنا جيش دفاعي بندفع عن أمن مصر بندفع عن أمن الوطن العربي الأمن الوطني كمان احنا بمجرد يعني الجيش المصري وتصدي للتركيا في ظل اللي هي داخلة ليبيا والكلام ده ده تصدي للوطن العربي كله أكيد مش لمصر بس أكيد احنا طبعا احنا بنحمي حدودنا وإحنا عارفين كويس الحمد لله وفقين جدا من جيشنا الحدود محمية كويس بس كمان احنا بش بنحمي مصر بس احنا بنحمي وطن العربي المنطقة العربية كلها لأن أي أي توطر يحدث المنطقة اللي بي يعكس أسره على مصر وعلى كفة الدولة العربية أكيد وبرضي يعني الرد المصري أو رد الجيش المصري ما كانش رد مباشر كان رد مباشر عن طريق منورة قدر 2020 منورة من أكبر منورات من أكبر المنورات اللي تمت يعني في السنوات منورة كبرى أزارت لأردغان أو لتركيا مدى قوة الجيش المصري ماذا سيحدث لكم إذا دخلتم من المنطقة المنطقة المصرية ماذا سيحدث لكم إذا حاولتم المنطقة بقية مصالح مصرية كانت وعجبني جدا فعلا ما فيش حد الحمد لله القناة كلها نقلت المنورات لأن حاجة فعلا احنا بنعتز بها جدا ونعتز بجيشنا وبقوته وبتسليحه والمنورة اللي حصلت هي إشارة أكيد اللي هيجي على حدود مصر اللي هيجي على أي دولة عربية حاجة بسيطة جدا من المنورة دي ممكن تحصل معها هتضمر أكيد الداخل مفقود الداخل مفقود بإذن الله إن شاء الله فإحنا الحمد لله بنتم من المشاهد ومنتم من الناس كلها أن الجيش بعتنا رسالة طمقنة وإحنا برضو من هنا من طمقن الجيش المصري إن إحنا كشعب مصري معاه يلد واحدة مش مجرد لا إحنا ما عندنا 100 مليون جل أكيد طبعا إحنا كلنا مع المعلمين أكيد طبعا كلنا طيب حضرتك شايف مثلا رؤية مستقبلية كده سريعة للجاي بالنسبة الموضوع الصراع الدائري قالنا هو الصراع الدائري طبعا أنا زي ما قلت حضرتك أي تسعيد من جانب أردوغان بنسبة الأحداث القادمة عقوبات اقتصادية ومن جانب بدور المقاطعة لازم تتحرك لازم يبقى فيه مقاطعة شاملة التركية لأنه لنه تراجع إلا عن طريق هذا ونا ما احتفتش إن أردوغان هيقدم على أي تقدم لأنه حضر المؤتمر حضر المؤتمر بيرلين وشافه قرارات تلعها إزاي ولسه قرارات يتلع من مجلس الأمر هيبقى تلعات مغلزة أكتر من كده ويبقى فيه عقوبات لأي خارط لأي بند من البنود فما احتفتش إن أردوغان هتحرك تحرك عسكري مباشر يعني يعني كده يعني نقول نهاية أردوغان أو نهايته في المنطقة العربية أو نهايته أردوغان إذا تمت المقاطعة اللي اقتصادية لازم مقاطعة تتصادية شاملة من دول المقاطعة اللي تقاطعة قطر تقاطعة تركيا مصرية ما قاطعة قطر معاملة بالمثل عشان تبقى ما بقاش عندنا أي كبه ميكالين أي كيان أو أي دولة بتدعم الإرهابيين لازم المقاطعة فورا هنا سأسكت أردوغان لأن شعب تركي مش هيسكت إنت خلاص يعني الكتابة التركي شبه منهار الليلة تركية وسط لأدنى مستوى لها فالشعب تركي مش هيسكت على أي نهار اقتصادي هو العمل كده في شعبه وعلىه على الدربة اقتصادية خلاص شعب التركي متضجر يعني إحنا هنا في مصر الحمد لله شبه عامين بنبني مودور جديدة بنبني طرق بنبني كباري أو أردوغان ساعة ممسكة كماليبني في سجون يعني وشعب التركي خلاص أحنا بنبني دولة أكيد دولة ودولة عظمة إن شاء الله إن شاء الله طبعا إحنا بنبني دولة مش بنبني قواعد إرهابية مش بنبني أو ملناش مطامع غير إني بلدنا هي لتكبر لاش مطامع خارجية وإحنا كدولة يعني الحمد لله كدستة عندنا محترمة جدا وكدأنا الرئيسة أكثر مرة مصر لا تعمل مع أي مليشيات عسكرية مصر التعاون مع الدول مع الحكومات مع الجيش الوطنية فقط لغير لا تدعم أي مليشيات عسكرية وليس لنا أي أتماء توصعية أي ده اللي إحنا بنقوله وبنطمن السادة المشاهدين مع حضرتك مصر عندها تملك أكبر جيش وأقوى جيش في العالم كله وده اللي إحنا شايفينه والمنورة عشرين عشرين زي ما صز صراح قال لنا كانت أكبر دليل على القوة القوة مش بس القوة مش عندنا مش في الأجهزة مش في الأسلحة لا القوة كجندي جندي مصري إن كل شباب مصر كل وسيدات مصر لو اطلبت إن هي في أي حاجة للجيش هيروحوا إحنا فعلا مئة مليون جندي مش الجيش بس إحنا أقوى بجيشنا وأقوى بسلحنا وأستاذ صلاح طبعا حرتك بيينتنا الرؤية في نهاية حلقتنا بنحب نشكر للمشاهدين وبنقول ما دين إيدينا لأي حلم الحلم مش صعب تحقيقه برضو هنمدي إيدينا وهنكون معاكم كل حلمه لطريق كل حلمه هنقدر إن شاء الله نلاقي حل مع بعض شكرا لحضراتكم وإن شاء الله تنتظرونا في حلقة جاية إن شاء الله جزيلا شكرا ترجمة نانسي قنقر